السلام عليكم لو ان شاء الله في الفيديو نشوفوا تمارين صفحة 17 من درس الاعداد من صفر الى 99999 اقويم تعلماتي تمارين رقم 10 اتمم الجدول عندنا هذا الجدول عندنا به الاعداد المطلوب هو رقم العشرات ورقم مئات ورقم وعفوان عدد المئات بالنسبة لكل عدد من هذا الاعداد عندنا فالعدد الاول هو اثنان واربعون الف ومئة وخمسون عندنا فالرقم العشرات هنا هو رقم خمسة نكتب خمسة ورقم مئات هو واحد ثم عدد المئات عدد المئات هو هذا كي بدأ من كان بدأ من رقم المئات ونقرأ هذا العدد فهو اربعمائة وواحد وعشرون نكتب عدد المئات هو اربعمائة وواحد ونواحد ثم الادد الثاني خمسة ومئة واحد وتمانون الف ومئتان وسبعة وتلاتون رقم العشرات هو ثلاثة نكتب ثلاثة ورقم المئات هو اثنان ونكتب اثنان ثم عدد المئات دائما نجو من عند رقم المئات ونقرأ وهذا العدد اللي هو خمسة الاف وتمان مئة واثنى عشر ونكتب خمسة الاف تمان مئة واثنى عشر ثم اخر رقم او اخر عدد ثلاثة مئة واربع وعشرون الف وخمسة وستون دائما رقم العشرات دان رقم العشرات هو ستة رقم المئات هو صفر وعدد المئات دائما نجو من عند رقم المئات وكنقرأ هذا العدد هو عدد المئات دان فهو ثلاثة الاف ومئتان واربعون نكتب ثلاثة الاف ومئتان واربعون التمرين احضا عشر ولاحظوا المثال ثم واتمم الجدول نعدنا العدد الاول في المثال هو مئتان وخمسون الف واربعا وستون زنف هو يساوي مئتان الف زائد خمسون الف زائد اربعة وستون ويساوي كذلك خمسة وعشرون مضروبة في عشرة آلاف زائد اربعة وستون ثم عدنا هذا العدد تسعة وتمانون مضروبة في عشرة عشرة الاف زائد تمانمائة وسبعة. تساوي هنا تمانمائة الف زائد تسعون الف زائد تمانمائة زائد سبعة. والعدد هو تمانمائة وتسعون الف وتمانمائة وسبعة تمانمائة وسبعة. ثم العدد سبعة وخمسون الف وتلاتمائة وتسعة واربعون يساوي خمسون الف زائد سبعة آلاف زائد تلاتمائة زائد تسعة واربعون يساوي كذلك سبعة وخمسون مضروبة في الف. فين قوسين زائد تلاتمائة وتسعة واربعون. ثم عدنا عشرة آلاف زائد تمانية آلاف زائد ستة وسبعون. العدد هو تمانية عشرة الف وسبعون. ثم يساوي كذلك تمانية عشر مضروبة في الف زائد ستة وسبعون. ثم التمرين اتناع عشر. ولاحظوا المثال ثم اتمموا. هدنا المثال ستة وتلاتون الف ومئة واتنين وخمسون محصور ما بين ستة وتلاتون الف ومئة وستة وتلاتون الف ومئتان. ثم العدد اربعة ومئة وستة وتمانون الف وستمائة واربعة وتمانون محصور ما بين اربعمائة وستة وتمانون الف وستمائة واربعة مئة وستة وتمانون الف وسبع مئة. ثم العدد ثلاتم مئة وسبعة وستون الف ومئة. ثلاتم مئة وسبعة وستون الف ومئة. والعدد خمسة وتمانون الف وتسعم مئة واتسعة. محصور ما بين خمسة وتمانون الف وتسعم مئة وستة وتمانون الفا. تمرين لغم ثلاثة عشر. اكتبوا العددين في جدول العد العشاري. هذا هو جدول العد. لدينا فصل الوحدات البسيطة فصل الالاف ثم فصل الملايين. بالنسبة لعدد الاول لدينا تسعم مئة وتمانية وخمسون الف واربعمائة واثنان وتلاتون. اذا طريقة باش غضي نوضع هذا العدد به. آآ لهذا الجدول. هذا كنجي من اخر الرقم اللي هو آآ عنده بفصل الوحدات البسيطة نكون وضعه عند الوحدات ثم كنكمل العدد. نوضع بالرقم بالرقم حتى كنسالي ارقام هاد العدد. اول رقم عدي واثنان هنوضعه في وحدات الفصل الوحدات البسيطة ثم ثلاثة بعشرات ثم اربعة خانة المئات ثم كنجيل عند ممكن نكمل ثلاثة الارقم العولي الوحدات البسيطة. نبدأ في فصل الالاف. اذا بعدي تمانية في وحدات الالاف. خمسة في خانة عشرة الالاف. ثم تسعة في خانة مئات الالاف. ثم العدد سبعة ملايين وتسعمائة وخمسة وتلاثون الف وسبعة وتسعون. دائما كنم غير نقرأ وحد العدد اللي هو كيتكون من عدد كبير من الارقام. كان بدأ كنقسم هاد العدد بدءا من اليمين وكنقسم ثلاثة الاعداد او ثلاثة الارقام بثلاثة ارقام. كيف قولينا الثلاثة الارقام الاولى اللي هي لوحدات او فصل الوحدات البسيطة. ثم اللي كتب مراها كتجي فصل الالاف عاد فصل الملايين. دان دائما كنبدأ باخر رقم. بالعدد وكنوضعه في فصل الوحدات البسيطة. اول رقم وهو للوحدات واضع سبعة تسعة صفر. دان انا انتهيت من الوحدات البسيطة غد نبدأ في آآ فصل الالاف ونوضع خمسة في وحدات فصل الالاف ثم ثلاثة في عشرات فصل الالاف ثم تسعة لفصل او مئة مئات الالاف كي بقى لنا سبعة وهي للملايين وهو في خانة وحدات الملايين. ثم احدي دورة بتا الرقم الخمسة في العدد دي. سنقسم ثلاثة ارقام ثلاثة ارقام. هنوضع هنا. اذا هذه الثلاثة الارقام وهي الوحدات البسيطة. هذه اللي الالاف. ورقم خمسة ما لحتو كيتواجد بفصل الالاف. اذا دائما كنعرفوا بان كل فصل كيتكون من الوحدات والعشرات والمئات. اذا فمنبدينا هده هي الالاف. اذا فهذا او تمانية. اه وحدة الالاف خمسة وهي لعشرات الالاف. اذا فرتبة العدد خمسة هي عشرات الالاف. ثم اكتبوا العدد بالحروف. هذا العدد دائما كنقسمه بدءا من اليمين اللي يصار ثلاثة ارقام ثلاثة ارقام ثلاثة ارقام. ثلاثة الارقام الولين ثلاثة الارقام التانين. الاولى للوحدة البسيطة والثلاثة الارقام التانية لفصل الالاف كبقى لنا اه من اللي بقى والارقام والرقام اللي بقى هو للملايين. اذا فهد العدد غنقرأه ثم غادي نكتبوه. سبعة ملايين وتسعمائة وخمسة وتلاتون الفا وسبعة وتسعونة. هاد العدد سبعة ملايين وتسعمائة تسعمائة وخمسة وتلاتونة. الفا وسبعة وتسعونة. ثم التمرين رقم اربعة عشر. دائم تعلماتي. اكتبوه بالارقام العدد التالية. اربعمائة وتسعة الاف وسبعمائة وثمانون. اذا غد نستعنو بجدول العد باش غد نكتبو هاد العدد بالارقام. نرجعو اربعة مائة وتسعة. اربعمائة وتسعة الاف. نجو حتل هنا عند الاف. دان غد نكتب اربعمائة وتسعة. دان في فصل الالاف. اربعمائة وتسعة. ثم وسبعمائة وتمانونة. دان نجيل عند فصل الوحدات نكتب سبعمائة وتمانونة. دان قرأت اول رقم بالالاف. اذا غد نوضعه. او بخانة الالاف. ثم غد يليه ما اللي قريته من بعد غد نكتبوه في وحدات او في فصل الوحدات البسيطة. والعدد هو بالارقام اربعمائة وتسعة. الف وسبعمائة وتمانونة. ثم ادنا خمسمائة وخمسة عشرة الف. نجيل عند هذا العدد. ونقرأ الثاني. خمسمائة وخمسة عشرة الفين. غد نجيل الفصل الالاف. اكتب خمسمائة وخمسة عشرة الفين. خمسمائة وخمسة عشرة الفين. ثم غد نقرأ. واربعة وخمسونة. اربعة وخمسونة. غد نكتبها في فصل الوحدات. اذا غد نوضع سفر بخانة مئات لوحدات البسيطة ثم اربعة وخمسون. ثم نكتب العدد في الارقام. خمسمائة وخمسة عشر. واربعة وخمسونة. ثم خمسة الاف وتمانونة. اذا دائما نجيل عند الف. ونجيل خانة او فصل الالاف. نكتب خمسة. خمسة الاف. ثم وثمانونة. اذا غد نجيل عند الوحدات البسيطة. خانة المئات صفر. وتمانونة. تمانية في خانة الوحدات. العشرات. ثم صفر في خانة الوحدات. والعدد هو خمسة الاف. وتمانونة. ثم مئة وعشرون الفا. دائما نجيل عند الف. وثلاثة وستونة. ذن مئة وعشرونة الفا. نوضع في فصل الالاف. ذن مئة وعشرون الفا. وثلاثة وستونة. ثم ثلاثة وستونة. اكتب في فصل الوحدات البسيطة. نضع الصفر في خانة مئات الوحدات. ثم ثلاثة وستونة. العدد هو مئة وعشرون الفا. وثلاثة وستونة. ننفع جدول العدد كي سهل لي انني نكتب هاد الاعداد. من الحروف الى الارقام او من الارقام الى الحروف. ثم نتمرين خمسة عشر. ولوينو بطاقة اقرب عددين لكل. كل عددين من الاعداد المقترحة. لدينا مجموعة الاعداد. احنا غد نشوفوا العدد اللي هو الاقرب غد نلونه. بالنسبة للعدد تسعة وثلاثون الف وتمانمائة وخمسة وسبعون. فاقرب العدد لي هو اربعون الفا. لونه بالوردي. ثم واحد وتسعون الف وتمانمائة وخمسة. اقرب عدد لي هو خمسة. عفوا ان قلنا واحد وتسعون الف وتمانمائة وخمسة. اقرب عدد لي هو تسعون الف. نلونه تسعون الف. لان خمسة وتسعون الف بعيدة لي بزيف. ثم اخر عدد وهو مائة وتسعة وعشرون الف وخمسة و ثلاثة واربعون. اقرب عدد لي هو مائة وثلاثون. لمنى مائة وعشرون بعيدة. وكذلك مائة و او اربعون بعيدة اذن فمائة وثلاثون وأقرب عدد نلونون بطاقة بنفس اللون لعبة بالأعداد من من الطفلين الذي قال أكبر عدد هذا الجدول زينب و يوسف الأعداد والأعداد اللي قال يوسف بديفتاري أكتبه كل مرة العدد الأكبر ما بين العددين أي كل مرة كتقول زينب عدد و يوسف يقول عدد و كل مرة كنختار الأكبر ما بين هاد العددين زينب قالت يوسف قال ناف ميل ناف سون كارونتويت باش كنقارنو جزي الأعداد عندهم أرقام كتيرة أو لعدة أرقام كنحسبو اللي عندو عدد الأرقام كبر من الأخر هو غيكون أكبر إذن عدنا هنا خمسة أرقام هنا عدنا أربعة أرقام إذن فما قالته زينب هو الأكبر ديميل دو سون ترنتين عشرة ألف مائتين و حين و ثلاثون ثم المرة الثانية ما قالته زينب و ما قاله يوسف عدنا العددين تكونين من نفس عدد الأرقام اللي هو خمسة إذن غدنا نقارنو من اليسار نحو اليمين عدنا تسعة 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 سبعة سبعة خمسة أربعة إذن فخمسة أكبر من أربعة وبالتالي ما قالته زينب هو الأكبر كاترون ديز ناف ميل ساتسون سيكنتين نوع تسعة وتسعون ألف هو سبعمائة و واحد و خمسون ثم المرة الثالثة كذلك عدنا العددين عدهم نفس عدد الأرقام ستة ستة قارنو من نفس الطريقة تسعة تسعة اتنان اتنان تمانية تمانية ستة سبعة إذن سبعة أكبر من ستة و ما قاله عليه هو العدد الأكبر نفسه نفسه فانتويت ميل ستسون أه تسعمائة وتمانية وعشرون ألف وسبعمائة و واحد ثم المرة الأخيرة عدنا ما قالته زينب و ما قاله يوسف العددين عدهم نفس عدد الأرقام نفس الطريقة للمقارنة تمانية تمانية تسعة تمانية إذن تسعة أكبر من تمانية و ما قالته زينب هو الأكبر ويتسون كترون أونز سون أونز تمانو مئة واحد و تسعون الفن و مئة و إحدى عشر كيسيون بي جو رنج دن لغدر قواصن و رتبوا ترتيبا تزايديا جميع الأعداد التي قالها الطفلان إذن سنرتبوا ترتيب تزايدي أي من الأسهار إلى الأكبر فاتلي نقرنا هذه العددين و هذه العددين هم اللي عندهم أصغر عدد من الأرقام إذن فما قاله يوسف هو الأسهار تسعة آلاف و تسعمية أو تمانية و أربعون ناف ميل ناف سون كارونة ويت انفغيور ا دي ميل دو سون ترنتي ثم عدنا هاد العددين عددهم خمسة أرقام إذن صغر من هاد الأعداد ثم عددين نكتبو أصغر من أبيان أفغيور كذلك أعداد صغير هو اللي قالوا يوسف اللي هو 90.749 نكتبوه تسعة وتسعون ألف و سبعمية أو تسعة وأربعون انفغيور كذلك أمتبوه تسعة وتسعون ألف و سبعمية أو تسع وأربعون 80.9751 تسعة وتسعون ألف سبعمية أو واحد و خمسون انفغيور قلنا هاد الأعداد الأربع دان فعدنا اللي كيبدو بي تسعة ثم اللي كيبدو بتمانية. دان نقارن اولا بي اللي كيبدو بتمانية. دان تمانية تمانية. تسعة تسعة. اولا فاتلنا اننا قارننا بناتهم. دان ما قاله يوسف والاسهار. هاتسان. كاترون نف. ميل. ناف سان. كاترون ديزنف. دان نكتبو. تمانية. واتسعة وتمانون الف واتسعمية وتسعة وتسعون. انفاريورة. ويسون. كاترون انز. سان انز. تمانية وتسعون. الف ومئة واحدة عشر. انفاريورة. ثم نبقى من هاتل العددين. ما قالته زينب هو الاسهار. اللي هو. ناف. سان. وانتويت. سيس. سان. تخوى. تسعون مئة وتمانية وعشرون الف. وتسعون مئة واحدة وثلاتة. انفاريورة. ويسون. ناف. سان. وانتويت. ميل. ستسعون. اين. اكزرسيس 17. لتابلو سيفون. دون لديامتر عن كيلومتر. دي بلانيت كوني. هاد الجدول كعطي. اقتار ديال. كواكب معروفة. ادنا بلانيت. ادنا ديامتر عن كيلومتر. جيبيتر وا المشتري. مارس وا الميريخ. ميركير وا الزوحل. اورانيس وا ارانوس. ثمانيبتون وا نيبتون بالعربية. لطن وا بلوتو. ساتير والزهرة. تيريال عرض. ونيس وا عطارد. اج رانج لمزير ديامتر 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 ونتيب هاد الاقطار ترتيبا تناقصيا اي من الاكبر الى الاصار. نبدأ بمقارنة اللي عنده اكبر عدد من الارقام فهو العدد الاكبر اذا اذا لاحظنا عندنا هاد العدد وهاد العدد اللي هم اقطار هاد الكوكبين عندهم اعداد ديالهم كتكون ستة ارقام اذا نقارنوا بينتهم هم اللولين ادنا واحد واحد اربعة اثنان اذا اربعة اكبر من اثنان تعليفة هاد العدد هو الاكبر ادن سان قارنة دو ميل وي سان قاترهان هو اللول سيبريورة سان وان ميل سيسان سوسانت سيبريورة المشاعة تانية لعند الاعداد اللي عندهم اهو المتكونين من الخمسة الارقام لعدنا هاد العدد و كذلك هاد العدد ثم هادنا هذا وهذا عندنا لعدنا هالعداد لعدنا خمسة اثنان واحد واحد اثنان خمسة هو احبال هذا الاكبر ان احبال你可以 انهيب و 800 سيئرير أهلاً 49 244 سيئريرا أولينا هذا الأهدين أهلاً 1 2 2 7 أهلاً أهلاً أكبر نحن 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 12 742 سيئريراً دوز ميل سان كات سيئريرا قبلنا هذا الأهداد اللي هما عندهم اللي عندهم أربعة دية الأرقام نقارن بناتهم لدينا ستة أربعة اتنين لدينا ستة أكبر هذا الأهداد وهذا الأرقام لدينا هذا الأهداد هو الأكبر سيئريراً اكتبوها 6779 اكتبوها 4879 اكتبوها 2320 question b جيكري لاليس دي بلانت كي هون ديامتر انفرير اكتبو لائحة الكواكب التي قطرها اصغر من قطر الارض اذا نرجع الجدول قطر الارض هو 2742 وهذا في الترتيب اذا هاد الاقطار وهي الكواكب او هي الاصغر هلنا نعطو الاسماء ديال هاد الاقطار لدينا هنا 2054 اللي هو هذا لو من قطر الانترحي لدينا 7779 مخصطة مكتب محلطة مجموط بيكتب مكتب مخصطة هده هم الكواكب لعندهم اقطار اصغار من قطر الارض.